على هامش الدورة الواحدة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة ناقش الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو ومرشحة الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون الوضع في شرق أوكرانيا والعدوان الروسي بوروشينكو شكر كلينتون لدعمها سيادة أوكرانيا ولسياسة العقوبات ضد روسيا الإصلاحات ودعم الوحدة الترابية لأوكرانيا كانت أيضا محور محادثات بين الرئيس بيترو بوروشينكو وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني الذي أكد بأن بلاده تعتبر تتار القرم الذي يعيشون في الأراضي المحتلة بشبه جزيرة القرم مواطنين أوكرانيين كما ناقش الجانبان أيضا موضوع جذب المستثمرين القطريين في إطار سياسة خاصة الشركات الأوكرانية المملكة للدولة إلى جانب التعاون في مجال الطاقة وتنفيذ مشاريع البنية التحتية الجارية في دولة قطر على نطاق واسع ومن المنتظر أن يلتقي بوروشينكو بالرئيس الأمريكي باراك أوباما كما سيلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وكان الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو قد أكد على أن أوكرانيا لا يمكنها الاستمرار في وضع رد الفعل فهي تحتاج إلى وقف العدوان الروسي ضد أوكرانيا بشكل دائم اشتركوا في القناة